السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم بشرني بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف وبشرني بالفرح كما بشرت زكريا بيحيان اللهم ارزقنا قلوبا تتجلى بخشيتك ونعما تدوم بفضلك وأرواحا تهوى طاعتك ولسانا لا يمل من ذكرك أسألك يا الله في كل يوم جديد زدته في حياتنا أن تزيدنا معه إيمانا ورزقا وسعادة وتوفيقا يا حي يا قيوم أسألك بحاجة في داخل القلب وأنت أعلم بها فحققها لي يا رب اليوم توقعتنا على يوم الاثنين سباطعاش نيسان إبريل طبعا القمر اليوم موجود في برج الحوت صحيح أنه في خلوم مسار ولكنه رح يمكث في برج الحوت طيلة اليوم وزي ما ذكرت في بداية الغلاف أنه اليوم جيد في نشاط في مكاسب ولكن الأشخاص العرضة للاكتئاب والتوتر الشك الغير معني هذولا حتى تبعين الأحلام والأوهام والأمور هاي بدهم ينتبوا خلينا نشوف ليش طبعا القمر الآن موجود في برج الحوت والآن موجود في منزلة المؤخر وهي منزلة للربح والعلاج والإتلاف والتفريق والضرر ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة أربعة وأربعة وثلاثين دقيقة صباحا من صباح اليوم الاثنين بينتقل القمر بعدها لمنزلة الرشا وهي آخر منزلة بالخارطة الفلكية قبل الانتقال لبرج الحمل وهي المنزلة جيدة للعلاج والربح والسلامة والصلاح القمر بما أنه موجود في برج الحوت معناته بتلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة نشعر بالضياع ما مننجح في التركيز على موضوع معين من الذمر منكشف عن متاعبنا للغير منجد صعوبة في اتخاذ قرار حاسم قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بينزوا جانبا وبيضرفوا الدمع بعيد عن أعين الآخرين قسم كبير أيضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض أو الشعور بعدم الارتياح النفسي وفي هاي الفترة بنقع في حبائل الغرام بوسعنا التأمل الصلاة النجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيات المرضى شراء الزهور واقتناء آل التصوير أو أي شيء له علاقة بالفن بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نحكي عنها اللي هي ذكرناها بالأيام الماضية هي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين بلوتو طبعا اليوم بتبدأ حدة هاي الزاوية الزاوية هاي طبعا هي بدأ تشكلها يوم 13-4 ورح تستمر لغاية يوم 28-4 ولكن ذروتها ما بين 17-4 و 24-4 الآن السنتر تبعها له اليوم اللي رح تتشكل فيها هي الزاوية هو يوم 20-4 في تمام الساعة 4 و 26 دقيقة بعد العصر بتثور أعمال عنف ومواجهات لها علاقة بالنيران والمعادن وبرضو هاي الزاوية بتعزز التسلط عند البعض وبيحاولوا فرض سيطرتهم على الآخرين ابتضى عقبات في طريق نجاحنا وبتسبب لنا عدوات خفية كما بتزيد من حدة شهوانيتنا وهذا الشيء بيضر بصحتنا وبتسبب لنا أو لبعض الأشخاص أمراض ممكن شوية تطول معاهم ليتشافوا منها بتدل برضو على وجود مؤامرة ضد حكومة ما سواء داخلية أو خارجية وقيام الحكومة بالتعب ضد بعض الجماعات اللي بتحاول زعزعة الأمن والاستقرار وهناك احتمال وقوع حرائق أو حوادث حرائق ظواهر طبعية أمور العلاقة بالزلازل البركين التعريه وأيضا المناخ إلى دور في هذا الموضوع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين الزهرة وبين زحل وهاي برضو تأثيراتها مستمرة لغاية يوم واحد وعشرين أربعة طبعا بتنقطع العلاقات العاطفية الضعيفة إلى غير الرجعة وبتزيد من غيرتنا وحب التملك لدينا ميلنا للاكتئاب ونزاعات مع محيطنا ميلنا للاكتئاب هاي هاي زاوية من الزوايا لسه فيه وراء لسه جاي الخير لو الداب بدل على تراجع في المنتوج الفلاحي ومنتوج مؤسسات الدولة والصناعة الثقيلة والصناعة الحرفية بسبب الإهمال والتكاسل اللي بيغلب على موظفيه هذا القطاع وبتقلل من عطاهم بعض المؤسسات المالية أو البنوك بتعرف نوع من أنواع الاضطراب في المداخيل بسبب سوء التدبير أو التبذير وبيعانوا برضو اللي بيشتغلوا في المجالات الفنية من الكساد وقلة المبيعات وبتقل الحفلات والسهرات بسبب ميل الناس أكثر للتحفظ وبتزيد التزام الناس وتقيدهم بالتقاليد والأعراف الاجتماعية والأمور اللي لها علاقة بالوضع الديني أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية راح تكون بين الشمس وبين المشتري وهاي مستمرة طبعا بتأثيراتها لليوم آخر يوم لتأثيراتها هي بتدفع بحضوضنا بصورة عامة بتقوي إرادتنا بتمنحنا ثقة بالنفس التسامح من ميل لحسن التصرف وكذلك تجلبنا اتصالات ناجحة فيها بعض الحظ والنجاح والإمكانية إنه يكوننا دور اجتماعي مهم بتحقق حياتنا المهنية والمادية نوعنا نوع النجاح وبتربطنا علاقة مهمة ونافعة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية ذكرناها يوم أمس وقلنا أنها عند منتصف الليل فعشان هيك لازم نذكرها لأنه هاي تأثيراتها من الآن موعد بث الحلقة ولغاية صباح يوم الاثنين هي زاوية تزديس إيجابية ظهرت ذروتها الساعة 11 و23 دقيقة مساء من مساء هاي الليلة اللي هي الأحد طبعا بتوقيت جرينيتش وتأثيرها رح يستمر من الآن ولغاية ساعات الصباح نشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة لنشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا بتقوي ذاكرتنا منطقنا تمنحنا كفاءة عالية وخصوصا في مجال التجارة واللي برضو مشوي عندهم يعني زعزعة في الثقة بالنفس اليوم ثقتهم بنفسهم خصوصا لغاية ساعات العصر بتكون بأوجها وبيتقلقوا وبصير في سهولة في تعبيرهم برضو هاي الزاوية بتعطي نشاط عالي جدا قدرة على الاتصالات العالية جدا عند الأشخاص وبندل على حركة السكان المتزايدة في هذا اليوم ونشاط عالي جدا في مورة بتتعلق بالمواصلات وخصوصا الداخلية منها كما بتركز وسائل الإعلام على دور المرأة في المجتمع وكذلك مواضيع الشباب ومواضيع التربية والتعليم أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي تقريبا مكملة للزاوية الأولى إلا أنه هاي زاوية زاوية تسديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين أورانوس وهاي رح تكون في تمام ساعة 24 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج يعني تأثيراتها بتبدأ من ساعات منتصف الليل وبتستمر لغاية ساعات ما بعد الظهر هاي زاوية بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها بتمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلي غير متوقعة بتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية مثل التكنولوجيا التلفزيون السينما الأمور اللي إلها علاقة بالذكاء الاصطناعي الميل لكل ما هو مدهش وغريب ممكن يفاجئنا البعض بشي غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك ومنشهد هذا اليوم نشاط عالي جدا في الأمور اللي إلها علاقة بالاتصالات والمواصلات وخصوصا حركة الخطوط الجوية وزيادة مردودية الصناعات الدقيقة والقطاعات الخاصة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهذه الزاوية تنتبهوا منها بشكل كثير كبير هذه الزاوية طبعا هي زاوية اقتران سلبية رح تكون بين القمر وبين نبتون وهي رح تكون ذروتها ساعة ستة وستة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرانيتش يعني تأثيراتها بتبدأ من ساعة الظهر وبتستمر لغاية ساعات ما بعد منتصف ليل الاثنين على ثلاثاء بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم اللي هو الشك والخيال والأفكار السودة والوسوسة والأمور هايب طبعا كل هذا رح يكون ما له علاقة بالواقع نهائيا تجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا بنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين بتسبب لنا الاكتئاب تدفعنا الإهمال وعدم الاستقام والنزاهة في تعاملاتنا برضو بتدل على استياء الرأي العام من جدل حول بعض الأمور الدينية والعقائدية اضطرابات في أسعار بعض السوائل النفطية هي التركيز رح يكون على المياه وعلى المشتقات النفطية وتراجع مردودية أمور لها علاقة بالصيد البحري والمبادلات البحرية والموانئ برضو الهدور في هذا الموضوع وهناك احتمال وقوع تسممات غذائية بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار وهو يعني بننا نعتبره مش طويل ولكنه جايب بفتر الذروة احنا بنعتبرها هي يعني رح يبدأ هو خلو المسار الساعة ستة وستة وخمسين دقيقة من مساء اليوم الاثنين بيبدأ خلو المسار وبيستمر لغاية الساعة وحدة وتسعة دقائق من فجر يوم الثلاثاء بتوقيت جرينج يعني هي تعتبر الذروة ليش لأنه الوطن العربي هاي فترة بتيجي ما بعد الافطار الناس او ما بعد المغرب الناس الاسواق وتتسوق وتشتري حاجاتها ومستلزماتها وفي دول اوروبا وامريكا وهاي بتكون في ساعات الظهيرة او ساعات الصباح او يعني برضو بفترة الذروة عشان هيك فترة حساسة لازم تنتبه ولا فترة خلو المسار دائما هي فترة سلبية لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار يعني شيء انت ناوي عليه قبل خلو المسار ويجا وقت خلو المسار او حاجز موعد ويجا الموعد في فترة خلو المسار تممه هذا انت متفق عليه قبل خلو المسار ولكن تتخذ القرار بفترة خلو المسار او تنفذ شيء ضروري ومهم في فترة خلو المسار اعرف انه الوقت مش مناسب طيب ايش المختصر من ملخص هاي الزوايا الاول اشي في عندنا زاوية بتعطي حدية تعطي نوع من انواع الاستبداد بالرأي والتزمت بالرأي وحدية بالطباع منحاول اننا نفرض سلطتنا وسيطرتنا على الاشخاص اللي بنتعامل معاهم او هم بدون يفرضوا سلطتهم علينا كثير من الاشخاص بيكونوا في اشخاص بتأمر عليهم بالخفاء طبعا كله هذا له وقت محدد وبعدين كله ببق بالفشل وبتنكشف الامور لحالها بدون ما تدخل من عندك حساسيتنا بتكون زيادة عن اللزوم نتوهم اشياء نتوسس من اشياء اللي عندهم اكتئاب بعرضة انها تزيد عندهم حالات الاكتئاب في هاي الايام اللي عندهم مشاكل عاطفية بيدخل الوهم او الوسواس وذكريات قديمة والحبيب والعشق وراح وما راحش وشو عمل وليش تركني وليش هذا واللوم والعقاب ومش عارف ايش مرضو هاي بتكثر في هاي الفترة مرضو الاشخاص اللي عندهم قدرة على الاحلام يعني في اشخاص ما بيحلموا ما بيشوفوا رؤى ما بيشوفوا احلام بناموا وبصحوا هيك وفيه اشخاص قصص يعني بناموا وبصحوا برجع بكمل وبعدين بصحوا وبعدين برجع بكمل عادي يعني حلقات واجزاء بتعمل معها طبعا فيه خلال هذا اليوم الارق بصيب مجموعة كبيرة وايضا الاحلام هاي اللي ما لها اي تفسير هي بتكون نوع من الواحي الاطراب بتصيب ناس كثير كثير يعني كثير كثار كثير زيادة عن اللزوم فبعيشوا بقلق من ورا هاي الاحلام انه ايش هاي شو معناها مين بدو يموت مين ده تنخطف مين بدو يتجوز على مين ما تأخذوا في بالكو طبعا هي ضغط الفلك اللي قاعد بصير هو اللي بسبب اللي هي احنا بنسميها بلغة الطب انه خلل بالكيميا الدماغية بتأثر على هاي الامور وخصوصا صادفت انها كلها موجودة بوجود القمر بالحوت وايضا اللي هي الزوايا اللي قاعد بتتشكل واقتراب القمر على كسوف يعني في كسوف للشمس جاي على الطريق فملشت اثار الكسوف يعني بشكل خفيف جدا تأثر يعني هي لسه بدها ما قبل الكسوف بثلاث ايام لا تبدأ ذروة الكسوف لانه هو تأثير الكسوف دائما قبل بثلاث ايام وبعد بثلاث ايام من وقت حدوثه عشان هيك بدكوا تنتبهوا من النقاط اللي انا ذكرتها وخلينا نشوف كل واحد بده ينتبه من ايش وسواس ورح ييجي في ايش حسب حركة القمر وجوده في اي بيت يعني بتكمل انت المعلومات هاي بتشوف وسواسك عليش مين دك تفرض سلطتك عليه مين دي يفرض سلطتك عليه بيشتغل في اي قطاع على حسب وجود القمر في اي برج الان حاليا او شو التأثيرات اللي بتكون على برجك يعني بتاخد تأثيرات الزوايا وتسقطها على البرج بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا عندنا القدمين اصابع القدم الغد النخامية الغد الصنوبرية الاندروفين اللي هو الهرمون المسكن للآلام عشان هيك بنشعر بالآلام اكثر من الايام العادية يعني بيكون محسوسة اكثر من نلجأ للمسكنات والمهدئات وبعد مرات من لقيها انها ما بتجاوب بالشكل اللي كانت تجاوب عليه والميلاتونين اللي هو الهرمون المساعد على النوم عشان هيك بصير خلل في هذا الموضوع اللي العلاقة بالأحلام والرؤى والأرق والقلق والأمور هاي يعني كلها بتكمل بعض بالنسبة لهذا اليوم طبعا يوصى في جراء العمليات الجراحية ما قبل خلو المسار ولكن اذا كانت اضطرارية وفي فترة خلو المسار تعمل يعني ما في اي مشكلة لها اما بالنسبة العمليات التجميل مثل الحقل ومثل الجراحة ما في اي مشكلة اليوم لغاية ساعات المساء معك انك تعمل اي امور لها علاقة في هذا الموضوع ولكن مش في فترة خلو المسار يصلح هذا اليوم لازالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ والحنة ولكن ما زال لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما انه رح ينتقل الخلو المسار القادم رح يكون يوم الخميس عشرين اربعة بيكون القمر موجود بالحمل وبيبدأ خلو المسار الساعة اربعة واثناشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش وبيستمر لغاية الساعة اربعة وتسعة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر ويستقر في برج الثور اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره ستة وعشرين يوم في تمام ساعة وحدة وستة وثلاثين دقيقة فجرا بتوقيت جرينيتش بيصير سبعة وعشرين يوم نسبة الاضاءة بتصير سبعة في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم عشرين اربعة سعيدة بنسبة ستين في المية القمر في الحوت حتى يوم ثمنتاش اللي هو الغد ثمنتاش اربعة هو الان سعيد بنسبة سبعين في المية في ساعات منتصف الليل بيصير سعيد بنسبة ثلاثين في المية ساعات الصباح بيصير منتحس بنسبة عشر في المية في ساعات الظهيرة بترفتفع نسبة النحوس لخمسة وعشرين في المية عطارد في الثور حتى يوم 21.04 منتحس بنسبة 10% الزهرة في الجوزاء حتى يوم 7.05 منتحس بنسبة 10% المريخ في السرطان حتى يوم 21.05 سعيد بنسبة 45% الآن في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 60% المشتري في الحمل حتى يوم 16.05 سعيد بنسبة 15% زحل في الحوت حتى يوم 17.06 سعيد بنسبة 15% ورنس في الثاور حتى يوم 29.08 سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% إبلوتو في الدلو حتى يوم 34 سعيد بنسبة 15% طبعا للتذكير ما تنسوا إذا مش مشتركي اشترك إذا ما حطيتش لايك حط لايك ما حطيتش ديسلايك حط ديسلايك حابب تشكرني اكتب التعليقات حابب تصلي على رسول الله اللهم صلي على محمد وعلي محمد بتصلي على رسول الله برضو بالتعليقات حابب تذكر الله وهو أفضل يعني بتكسب أجر كبير برضو اكتب بالتعليقات حابب تدعي بأي شيء ادعي حابب تحط نقطة بس لحالها برضو بمشي الحال يعني اعمل اي اشي تحت عندك اي ملعبك العب بالكبسات اللي تحت زي ما بدك ما رح اعاتبك يعني وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا القمر ما زال موجود في بيت المتاعب عشان هيك اليوم بتجد انه في ضغط عليك ما بين حساسية زيادة اكتئاب وسواس بتشعر بعراض غير اعتيادية اللي بشعر بعراض طبية او صحية غير اعتيادية راجع الطبيب بس ما تكون وسواس وقلق يعني حاولوا انك تأخذوا قسط من الراحة ما تبدأوا بشيء جديد ما تتخذوا قرارات حاسمة بتحضوا بمساعدة مفاجئة في ظروف صعبة وبتتجاوزوا مخاوف ما الها اي اساس ولكن بدكوا تصبروا يعني لحديث ما يوصل القمر لعندكوا اخر يوم هذا يعني بده شوي انكوا تحتاطوا وتصبروا وحاولوا انكوا تعملوا بشكل روتيني برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتتركز الامور على النشاط الاجتماعي ما بين اتصالات ولقاءات ودعوات وتعامل مع بعض الاصدقاء ممكن بعض الاصدقاء تزعل منهم تذايق منهم من تصرفاتهم او اصدقاء قدامى يتأمروا عليك ممكن شويهك تشعر بانه في شي مش مناسب للك تحاول انك ما تحاول فرد سلطتك وتحكمك باصدقاءك بدك تكون مرن منكم اشخاص زي ما حكينا ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة علاقات الصداقة بتكون جيدة بسودها التقدير والثقة المتبادلة ما بينك وبين بعض الاشخاص ممكن تحصل بعض المكاسب من خلال بعض الاصدقاء والمعارض برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا هذا يوم مناسب للاشخاص اللي بيبحثوا عن العمل او بيرغبوا في ادخال تعديل على طبيعة عملهم وممكن اليوم تعززوا العلاقة مع المسؤولين ولكن حاولوا انكم ما تتمرد ما تغامروا ما تجازفوا بسمعتكم ما ترتكبوا اخطاء لا تغتفر يعني حاولوا قدر الامكان بدون تخور بدون مغامرات خلال هذا اليوم ابتحضوا بشعبية وبتكون اعمالك سهلة وميسرة اذا ركزت بشكل جيد ممكن تحقق نجاح شخصي اهم اشيء ابعد عن العصبية عن ردات الفعل الاهمال بالعمل واداء اعمالك والمجازفات والمغامرات هذولا اهم النقاط برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا التركيز كله رح يكون على امور لها علاقة بالسفر الاتصالات البعيدة العلاقات مع الاجانب ولكن التوتر رح يكون على مستوى امتحان عمستوى علاقاتك عن مستوى طريق التواصلك مع الغير هيك العصبية في بعض الاوقات صحيح انكم بتشعروا بقوة العاطفة ولكن ممكن هذا شوي يسبب نوع من انواع الاضطراب او المشاكل ما بينك وبين الحبيب عشان هيك اكثر شيء بدك تنتبه اثناء قيادتك للسيارة بالشوارع المفتوحة بتكونوا اكثر صبرا ووعيا عند التعامل مع الغير ما تحاولوا فرض سيطرتكم ما تحتدوا بالنقاش والحوار اضبط عصابك ممكن اليوم يكون عندك احلام بالسفر او القيام بمشاريع كبيرة الاوقات جيدة لهاي الامور ولكن زي ما حكينا في نقاط معينة بدك تنتبه لها بشكل كبير برج الاسد بالنسبة لموليد برج الاسد طبعا بتنشطوا في امور الها علاقة بتنظيم اموركم المالية ولكن هذا البيت الثامن بيت الغيبيات فعشان هيك بتكون تنتبهوا وخصوصا الاشخاص اللي بيبحثوا في الماورائيات او بالروحانيات شوي ما تغامروش خلال هذا اليوم من جهة اخرى في فرصة لمكسب مالي بيجي من شراكة او تعويض ولكن من جهة اخرى ثم نفقات متصاعدة بزيد اهتمامك بالاشياء الغامضة والروحانيات والكتب الخيالية ولكن زي ما حكينا انتبهوا لاموالكم ما تبالغوا بمصاريفكم ما تدخلوا بمغامرات مالية ومصاريف غير اعتيادية في هذا اليوم نوع من انواع التبذير او المغامرات المالية او المجازفات لانه ممكن تخسر بكل بساطة عشان هيك بدك تعرف حتى الكفالة الاشخاص وانك الداين اشخاص فلوس اعرف مين دك الداين وكيف دك الداين والوقت برضو مش مناسب برج العذرة بتتركز جهودكم حول تعزيز شراكاتكم وعلاقاتكم بشركاء العمل او العاطفة الاجواء مشجعة ولكن ممكن شوي شك غيري حدية تقلب المزاج ردات فعل سلبية عصبية لانه القمر مقابلك يعني طاقتك ضعيفة صحيح انه اليوم مناسب لتتويج العلاقة او لزيادة متانة العلاقة الا انه ردات الفعل والعصبية وتقلب المزاج وخصوصا بسبب ضغوطات من جهة اخرى ممكن تيجد فشية الخلق زي ما بسموها بالناس المقربين بدك تنتبه من هاي النقطة الاجواء جيدة ولكن طاقتك زي ما حكينا ضعيفة عشان هيك بدك تنتبه من بعض التقلبات الصحية برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا القمر في البيت السادس اللي له علاقة بالعمل والصحة فعشان هيك اليوم ممكن تكون فيه سوء تفاهم ما بينك وبين احد زملائك بالعمل او مشكلة بالعمل او مع احد الاشخاص اللي زبائن زي ما بقوله او اللي بتعاملوا معاك او ممكن يصير فيه مشكلة فيه ملف او فيه اه شيء انت بتعمل عليه يصير عليه اشكالية او تأخير برضو بدك تنتبهوا لصحتكم ما في داعي الوسواس والشك والامور هاي بدك تركزوا بشكل جيد نظموا وجباتكم الغذائية حاولوا تأخذوا قصد كافي من الراحة اه ممكن تهتم ببعض المسائل اللي لها علاقة بالفحصات او العلاجات او المراجعات الطبية ولكن التركيز اغلبه هو رح يكون زي ما حكينا ما بين العمل وما بين الصحة برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا القمر في البيت الخامس لالكم يعني بيت العاطفة بيت الحب بيت الحضود بتجتازوا بصورة عامة فترة ايجابية بتشعروا بقوة الحض والعاطفة والامور المالية بوسعكم الاهتمام بالامور اللي الها علاقة بالتجميلية او امور الها علاقة باحد الابناء ممكن يعني شوي خيالك يشتح فيك او يذهب فيك لما كان غير المكان تتخيل اشياء او تتوهم اشياء او يتبادر لذهنك انك على حق وانتي مش على حق وهذا الشيء ممكن يتعزز ويكبر في رأسك فانت تعيش الوهم هذا ان كان على المستوى العاطفي خلاف نقاش حوار اشياء من هذا القبيل اللي عندهم فشل بالامور العاطفية ممكن انهم يتوهم اشياء الها علاقة بالخيانة اللي لها علاقة بالوهم يذكروا ذكريات قديمة ويذرفوا الدموع عليها او يتحسروا عليها برضو ما تخليها تسيطر عليك بشكل قوي حاول انك تكسب من هذا اليوم ايجابياته وتصرف الامور اللي فيها سلبيات لا اليك وخصوصا انتبه من خيالك برج القوس بينصب اهتمامكم حول ادخال تعديل على مسكنكم والاهتمام بامور الها علاقة بالبيت والعائلة ممكن مشتريات صيانة ترتيب اه احد افراد العائلة مشكلة عائلية وضع صحي عائلي يعني القلق والخوف والافكار والوسواس الها علاقة بالبيت وبرضو الامور اللي الها علاقة بفرض السلطة والسيطرة برضو الها علاقة بالبيت واللي بيشتغل والستات اللي بتشتغل في المطبخ تنتبه من النيران لانه زي ما حكينا في زاوية لها علاقة بالنيران فانتبهوا تعمل تقلي اكل او تطبخ او تعمل اشياء زي هيك تنتبه من هاي النقاط ما في داعي للعجلة والتسرع اهم اشي انه اليوم بساعة المساء ما تشتري اي شيء انت مش بحاجته بامكانك تأجله ليوم اخر العلاقة بالمنزل ممكن يصير حدث عائلي معين يلفت انتباهك او يوترك خلال هذا اليوم برج الجديد بالنسبة لما وليد برج الجديد طبعا اليوم بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ولكن زي ما حكينا بتكون تنتبهوا اثناء تنقلاتكم بالسيارات لانه فيه ازدحمات والطرق فيه تسرع فيه تركيز عند الناس وبرضو انت رح تكون متسرع زيادة عن اللزوم او مش منتبه فعشان هيك يحاول انك تتركز بشكل جيد ما في داعي انك تفقد السيطرة وتتهور وهذا الشيء يعني يكون له عواقب اثناء النقاش والحوار برضو حاول انك ما تتزمت برأيك استمع اكثر ما تتكلم عشان ما تصير حد طباع وتعمل يعني يصير فيه خلاف او شقاق ما بينك وبين الاخوة او ما بينك وبين الاحبة خلال هذا اليوم اكيد انه اليوم فيه علاقات وتنقلات اليك رح تكون ممتعة وبتستفيد من علاقاتك مع محيطك بشكل جيد فيه بعض المكاسب للاشخاص اللي بيشتغلوا في مجال التجارة او التسويق بعلاقاتكم الاجتماعية برضو رح تستفيدوا برج الدلو بالنسبة لما ولد برج الدلو طبعا اليوم بيحمل فرصة لمكسب مالي هذا المكسب بيجي على الاغلب من عمل اضافي ولكن مع الزوايا اللي بدها تصير رح تهربوا من الواقع لصرف الفلوس او المشتريات مش ضرورية او انه تشتري شيء وبعدين تكتشف انك انت مش بحاجته اه تغامر مغامرات مالية ما تكون مجدية فعشان هكما تتهور انتبه على اموالك من السرقة او الضياع ممكن تحصل على مكسب او على هدية او على دعم معين ولكن انتبه من المصاريف والمغامرات المالية طبعا من ساعة الصباح بتكون في سهولة في اعمالك اليومية وفي الحصول على المكاسب المالية برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا ثقتكم بانفسكم كبيرة وانت اليوم اكثر نشاط وحيوية من الايام الماضية بوسعكم السيطرة على زمام الامور والدفع بمصالحكم بتقضي فاتره من الهدوء والسكين والطمأنين على المستوى النفسي ولكن زي ما نبهنا من الزوايا لانه عندك القمر يعني ضيف عندك فعشان هيك انت اكثر الاشخاص اللي بدك تنتبه من الوسواس والقلق والشك والتصرع والحكم على اشياء قبل ما تتحقق منها الردات الفعل السريعة حاول تتروش شوي ما تتصرف بشيء بعدين ما ينفع الندم فيه يعني بدها تركيز الاجواء جيدة حاول تستفيد منها ولكن حاول انك ما تتبع وسواس نفسك اللي بيوسوس لك باشياء ممكن هاي الاشياء ما تكونش موجودة وهذا الشيء ممكن يدخلك في ميت حيط فبدك تنتبه طيب لا الحروق اللي بتيجي من الكهربة بشيل اثر الحروق فبدلك على اعادي ما أنا دكتور يعني ما شغل هذا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم صلي على محمد ولمحمد هيك منكون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله اعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة